يوم موفق يوم جديد يوم جديد عندنا عندكم طبيعة الحال ولكن يوم هيكون مميز ان شاء الله عنده بزاف ديال الوليدات اللي غير عرفوا النتائج ديالهم على ما كان اعتقد اليوم اه فكانت منها دائما نتوفق والنجاح ان شاء الله للجميع اه صراح متشوقهم شي بزاف صاف يصبروا فان شاء الله ياخذوا النتائج ديالهم اليوم وان شاء الله الفرحات نتعم كل المنازل المغربية علش الله ونسمعو كل الامهات كت زغرت لان انتقل مرحلة مرحلة شي اجميل من ابتداء الاعدادي اولا من الاعدادي التانوي مرحلة انتقالية زوية ونبزاف كانت منها لكل عيشة كانت منها كل حضا بها فكانت منها دائما ان شاء الله توفق النجاح للجميع سباح الخيرات كان قولها لكل مستعمل الطرقات لا يوصلكم على خير الناس اللي على سفر فان شاء الله توفصلوا الويجهة ديالكم وطلقاوا اهلكم وحبابكم في اجواد حال وصحة الناس يدوزوا العطلة ديالهم مراجعين دائما بشوية ليكم الانسان ما يزر بشي في الطريق واكيد ما تنسوش النصائح اللي كان نصحب بها دائما خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ما شايف مدينة الدار بضاوة لكن مدن كثيرة من مغربية اه في هاد الارتفاع هذا فرضوا البال اه دائما الضارات الشمسية كاسكات اه طريبيش اللي كان مهم انا تضرقوا فيه الراس ديالكم زائد الواقع الشمس بالنسبة للنسا ولا للرجال ايضا الناس اللي كيكونوا في السيارة ديالهم مع الناس الكبار ما ننسوش اننا ردوا لهم بالواحد مسألة اللي هي اه مهمة اه حاجات اللي هي زونة بزاة فكنت بنا دائما توفيق ان شاء الله لجميع. لم كيف قلت معي الاستاذ والباحث محمد اوحتينا متخذت بتغدية. انتكلموا على واحد الحاجة اللي هي مهمة. اللي هو الماء. الماء واحد الحاجة سبحان الله مهمة جدا لدات ديالنا. وخاصنا نحافظ عليها. خاصنا من بدروا شي فيها. لان مناطق ربما ولدك تعاني من قلة او صعوبة ايجاد الماء او لش حاجة من هذا القبيل. فنحاولو نحافظ عليها لانها واحد ثروة اللي هي مهمة بزاف لنا في كل مناحي دي الحياة ديالنا. لي وغانشوفوا الاهمية ديالها. حتى وغانشوفوا الكمية والكيفية وغانشوفوا حتى كي باش ممكن استفدوه من الماء. لانهم الاشياء اللي كتفيد ديال دات ديالنا. وغانشوفوا كذلك حتى ربما الطرق بالنسبة الناس اللي ما كيقدرواش يستسغلوا الماء او لكي ينساوا. هاتش يكلوا رفقتك اول شي صباح الخير. اذا كيف قلت اليوم حفوحنا غان نبدو هاد المسألة ديال. فصراحة كنهضر معكم. اختي كتقول لي يهراء. الناس ديال التاسعة ماي على القلومة النهار الجمعة. ميديل ابتداء اخدو اليوم. نونك مبروك نجح اللي ينجحوا اليوم. والناس ديال التاسعة. بقى مبقاش مبقاش بززا. بقى لكم اليوم. اغضى ان شاء الله نعجي معيكم خير. اه اه نتكلموا على المسألة ديالة الماء والاهمية دياله وضرورته لينا ولدات ديالنا. تفضل. مرحبا. اه اه. لما كنسمعوا الماء كالطرحة اول حاجة كتنزل على التهن ديالنا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صح. وجعلنا من الماء كل شيء حي بمعنى اي مكون مكونات هذا الكون. اه. الا وكي يحيى بالتواجد الماء معه. اه. فلا اخذينا الهواء. اه. الهواء الا ما كانش فيه الماء مع مره ما يحيى. اه. اه. اخذينا التربة. التربة الا ما كانش فيها الماء مع مره ما تحيى. اه. اه. اخذينا المياه برسها. المياه الا ما كانش فيها المياه مع مره ما تحيى. اه. اه. اخذينا النبات الا ما كانش فيها المياه مع مره ما تحيى. اه. اخذينا الحيوان إلا ما كانش معها المياه مع مرات حية ولاخدنا الإنسان إلا ما كانش حدها الماء يستحيل أنه فكل واحد من المكونات هادو لما كتلقى الجو جاف أو لما كتلقى الهواء جاف غالباً كتلقى بأنه دوك المكونات الحيوية اللي كتكون فيه كلها ماتت ولما كتموت إحنا فاش كنقوله لير ستيريد شنو إلا إيتي ستيريد زي لجرينا منه جامع بحال ترقم جرينا منه جامع دوك اللي كتلقوا ثلاث ديال ما اللي كان فيه وكيو اللي بحلقتي هوا جاف هوا معقب هوا اللي لا يصلح لأي شيء ولكن إلا خليته بالمياه ديالو كتلقى حامل بعض الميكروبات النفعة حامل بعض الاسبوخ ديالشامبينيون النفعة حامل واحد المجموعة ديالأمور كذلك كيلامشيتي التربة شوف غير لشخديتي التربة هي يابسة ما كتلقى لاش تاخد شيء شكل معين ولكن بمجرد ما كتاخدها وتدير فيها شوية الماء ممكن إلا بغيت تشكلها على على شكل كرة كتشكلها بغيت تشكلها على شكل قرعة كتشكلها واخد جميع أنواع ديالتشكيلات ممكن أنك تصوبها وشكل اللي أعطها الخاصية ديال أنها تحيا وتاخد تشكيلات المطلوبة وهو الماء ثم كذلك قلنا النبات والحيوان والإنسان إذن الماء كما يقولون مادة أساسية لضمان الحياة وصيرورة الحياة عند كل مكونات البيئة المكونات البيئة اللي تكلمنا عليهم من الهواء والتربة والمياه والنبات والحيوان والإنسان إذن هاد الماء هادا إلا كان بهات الشكل مفيد واش كان هناك أنواع متعددة ولا غير نوع واحد ديال الماء كان عندنا خمسة ديال أنواع ديال المياه كان عندنا المياه الملوتة وغن نجي من الرقم خمسة وحنا هبطلتان الرقم واحد كان المياه الملوتة هاد المياه اللي غالبا ما كتكون مضرة ولا تصلح لا الهواء ولا التربة ولا الماء ولا النبات والحيوان والإنسان ما كنت تفعش الكائنات بل كتضرهم إلا كانت انت كونتاكت معهم ثم كان مياه الأبر مياه الأبر على حسب المناطق اللي كنت فيها على أغلية لأن ما كتكون شيء أماكن اللي مثلا فيها الفلاحة كثيرة وكيتسعملوا ذلك المواد الكيميائية هذيك المياه ديال الأبر بعد المرة كتكون مضرة أما إلا كتفشي منطقة نائية وبعيدة المياه ديال الأبر ديال ديال المنطقة تقول لي مياه جد مفيدة ومهمة الماء كي خصغر ربما كي ناس اللي كي يغليوها كي ناس اللي كي يضفوا لها إضافات باش كتبقى صالح للشرب ولكن إلا كنتموت كيميائية واخد تسخنها ما كتصلح شهادك شنو كتقدير كتقدير الميكروبات اللي كي نفيها وكتقل ديال الحرارة كتقلل شي شوية من بعد الأملح اللي كتكون فيها وهذا التقليل ديال الأملح بعض المرات يقدر نطيحو في نسبة دونية ديال بعض المواد الأساسية لما كنا نسخنوا الماء كنطيحو من نسب ديال الأملح اللي كي نفيها وممكن يكون لنا أن تكون لها مشاكل عكسية على الصحة ديال الإنسان كان الماء الثالث وهو الماء يعني العادي الماء ديال روبينيات وذلك شي هذا كذلك ماء اللي كي يكون مفيد بعد ما دسوا واحد المجموعات ديال المحطة ديال المعالجة كتولي عنده خاصية ديال أنك تشربوه بدون ما يكون ليه تأثير على الصحة ديال الإنسان كان الماء المعدني الماء المعدني وهو المياه اللي كيتصار عليها واحدة مؤسسات معينة اللي كتخرجوا بواحد المعايير لما كتدخل للجسم ديال الإنسان كي يستفضل منه عواض ما يتأدى به وكان الماء الطبي هاد الماء الطبي هاد الماء الطبي هو الماء كتاخدوه بمجرد ما كتشربوه كتلقى بأن شي حويش كتتعالج فيك يعني ما حاليل؟ هو ماء ماء كيخرج متعلن من وحد المجموعة ديال العيون ديال العيون لما كتاخدوه كتلقاها لما كتشربوه كي يجيك الجو بمعناء أنك يساعدك الماء كتشربوه كتلقى بأنه كي يسد لك دكتر شوحات اللي كين على المستوى ديال الماعدة أو الماعدة أو الجهاز الهضمي الماء كتاخدوه كتحسبي أنه ذكي سخانة اللي كنت فيك مشات منك وحنا غادي نجيون ونشوف الفوائد علاش فيعلان سخانة كتحيد لما كيشرب الإنسان بزاف علاش كنديرولي في الجبهة ديالو الماء لما كتكون فيه الحرارة الطالع وعلاش 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 هادو كل هم أشياء اللي كتبين بأنه الماء فعلا مادة حيوية ومادة اللي ممكن أنها تخلص الناس وحيد الجموعة ديال الأمور إذن عندنا خمسة الأنواع ديال المياه اللي تكلمنا عليهم هاد الماء ومنسوش كين يجوج آخرين كين ماء ديال البحار المحيطة وغيرها حتى هو ماء وكين ماء زمزم لأنه كيت تعتبر من أطهر المياه الموجودة يعني حتى هادا نوع من الماء يعني إلا جيت نحسن معك دبرا كينين سبعة لا الماء ديال زمزم دخل في الماء الطيبي المهم أنه حتى ذاك ما مضاف لي تشي حاجة الماء الطيبي ربما نقدرون نقوله الماء كتشربه سبحان الله ماء زمزم سبحان الله يعني هاداك ما بو حديته هاداك ندخلينه إحنا في الماء الطيبي نقدرون نقوله مخدس لأنه ما مضاف لي تشي حاجة كيفش جاء ربما بزاف ديال الأمور والماء ديال البحار المحيطات وغيرها يذكر ثاني مياه بو حديث احنا كنت تكلموا على الماء كما مازال غنشوفوا أمور أخرى ده مازال معكم مازال معنا الأستد والباحث محمد أحسين ليه هو متخصص تفتغذية كذلك نتكلمو على الأهمية ديال الماء شفونا بداياتا الأنواع ده الماء اللي كيناو اللي موجودة وأكيد هانت فصلوه في كل واحد ولكن هانت فصلوحنا في الماء اللي ربما اللي كان ناخدوه بشكل يومي لي كان شربوه بشكل يومي نشوفو الأهمية دياله اليوم الموضوع ديالنا المهم هو أننا نعرفو أهمية الماء باش نحافظو عليها هدي الغاية من الحلقة ديالت اليوم باش ما يكونش تبدير ما يكونش بزاف الحاجات باش نحافظوا على هاد التروة الربانية سبحان الله اللي يعطاها لنا الله سبحانه وتعالى والأهمية ديالها الكبيرة أكيد كان بزاف ديال الأمور كان ما اللي كان نعالجوه كان ما اللي كان نحاولو أننا نعطيه واحد المعايير معينة كل حاجة ولكن اليوم كانت تكلموا على أهمية الماء وكان الناس سبحان الله اللي ما كيقدروش يشربو الماء كتقوله وشتربتي الماء تيقولك يا فكرتيني كي النسلي كتقولك ما كيجينيش فيه ماداق كل واحد كيفاش ولكن اليوم احنا خاصنا نعرفو الأهمية باش على الأقل مني كنسحونا شحال خاصنا نشربو من كاس في النهار ديال الماء خاصنا نعرفوه عليا شو الفائدة دياله وأكيد مرحبا بالأسئلة ديالكم أرقمنا راه الإشارة 05 22 36 92 92 أو 05 22 36 05 36 مرحبا إذا قلنا ما بين الأشياء المهمة اللي ممكن خصنا نعرفوها علماء شنو هي الكمية ديال الماء اللي غادي نستعمل في الحياة اليومية ديالي كان هناك واحد القاعدة بسيطة اللي ممكن الإخوان المستمعين أنهم يأخذو بها يأخذوها بعيد الاعتبار وهو أنه كان نأخذو 30 ميلي لتر لكل كيلو من الوزن ديالنا أنا كان وزن مثلا 70 كيلو يلا أضربتها في 30 أتعطيني 2010 2010 سمحيني يا 2010 يجو جيطر و100 ميلي لتر ديال الماء اللي غا تحتاج في حالة الومية ديالي علوغ المكن نأخذ الخضروات غالبا الإنسان ديال 70 كيلو غالبا كي يأخذ ما بين جوج ديال الماكلة حتى الجوجونس ديال الماكلة هناك تقول هذك الماكلة اللي كنأخذ راه دايجة كيكون فيها تقريبا على الأقل واحد 60 في المئة ديال الماء دوك إلا حيتي 60 في المئة ديال الماء دوك 600 زائد 600 غا تولي عندك ألف ومئتين وانا محتاج للجوجيطر و100 دوك غا تقريبا غا نكون محتاج لليتر ديال الماء اللي خسنين زيد هذو دي كالكل كتوليد ديرهم بطريقة تلقائية يوميا وكناعف إكزاكتومون شنو يلا كونتتات الماء اللي خسنين زيد وإلا وحل مجموعة ديال المشاكل غا تكون عندي فدد ديالي دوك هالعبار دو كيفاش كنحاول أنني نخدم عليه باش أنني ندخل لها كونتتات اللي الجسم ديالي في حاجة لها وإلا دخلت لها كونتتات الماء اللي هي كما كيقولو فيزيولوجيكما كوريكت أو اللي كتطيني واحد نشاط الداخلي غا تنبدأ نستفد من الفوائد العجيبة ديال الماء وشن هالفوائد العجيبة أولها الطاقة تصور مثلا أنا خسني خسني جيترو ديال الماء هاد جيترو ديال الماء إلا نقصت لي منها غير واحد في المئة غير واحد في المئة من هادلو نيفو با ديال الماء ممكن أن الطاقة تمشي ليا ونحسب راسيب واحد صغفاء ما نقدرش نوض في الصباح ما نقدرش ندير واحد المشموعة ديال الأمور وأنا ما عارفش علاش فاش كتجي تقلم كتلقاه أرا غير لفادي ديال أنني ما كان شربوش بالكمية المناسبة هادك العياء وهادك الصغفاء وهادك الكسل اللي ولا فيها رك يرجع أساسا إلى الكمية ديال الماء لنقص عندي في المقابل إلا شربت بزاف متلا فوت القانون في الوقت اللي كتفوت القانون الجسم كيتتعامل مع المبداكة تيخلي الاحتياجات ديالو وكيرمي الفائد ممتاز مازالين معكم ومازالين رفقة الأستاذ والباحث محمد وحسين اللي هم تخذت في تغذية كذلك كنتكلموا على أهميات الماء شفنا أنه حاجة ضرورية والكل كيعرفت هاد النعم هادي اللي اعطاها لنا أنها ضرورية بزاف الحياة ديالنا نتكلم ونكمله دائما فاضل الإيطاف وانتظار مكلمتكم على أرقامنا مرحبا وقلنا بأنه الماء لما كيدخل الجسم ديال إنسان أول حاجة كيقوم بها وهو كي يبوستيليه كي يقوي ليه كي يرفع ليه من المستوى ديال الطاقة في الدات ديالي لذوق لما كنشرب الماء الكافي من الماء كنفق كنحيا كنعيش كتولي عندي قوة ممكن طلع الدروش بدون مشاكل ممكن أن نمشي مسافة طويلة بدون مشاكل الكاسل كيتحيد مني ذاك النسبة ديال الطاقة اللي كتمشي ليا كتولي ما ما كان نعانيش منها ذوق أوتوماتيك مو هذك الماء كنشوف بأن الطاقة ديالي بدات كترجع للقوة ديالها الطبيعية كذلك لما كان يكون عندي الكافي من الماء وشربت الكافي من الماء كيكون عندي الإمكاني ديال أن القوة ديال التحمل الفيزيائي كتولي عندي قوية المسكول ديالي كيكون قوي في القيات اللي كان مثلا ديالش رياضة كان كن كن على اليقن بأنني غادي نؤدي الواجب ديالي ديال الرياضة على أحسن ما يرام فلهذا فلاش كتنشي لديك ليس صهل كتلقى دائما دوك الدريال اللي كترينو كتلقى عندو قرعا ديال الماء هذا مهم جدا لأن كما قلته له كان عندي غير واحد في المياه ديال نقص من الماء في الدات ديالي ليني غادي كتنشي ليه القوة ديالي كتنشي ليه فعليش كاتمشي ليه في الوقت الذي كيكون هناك نقص من الماء ممكن أن الجسم يمشي ياخد من البروتينات اللي كان عندي في المسكول ديالي ويبقى يهدم فيهم باش يخرج منهم الماء والما كيهدم من المسكول ديالي كانوا اللي كنشوف راسي بأن القوة ديالي غادو كتمشي 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 علاش لأنني معطيتش لدات ديالي الكفاية من الماء وفي المقابل عاوتني إله شربت أصي ديال الماء كي تكون هناك إمكانية ديال إنتاج البروتينات جديد اللي كان نبني بهم المسكول ديالي وكان شوف بأن العضالة ديالي كانت تقوى والما كانت تقوى العضالة ديالي كانوا اللي قوي نهز الحواج يعني بأرياحية نصافر بأرياحية نتمشى بأرياحية والأمور كان ندوزة بكل سلام كذلك لما كان نشرب الماء بكترة هاداك الماء ينقليات دورة الدموية والما كان نقليات دورة الدموية كيمشي حتى الدماغ ديالي وكينقي المحيط ديال الدماغ ديالي والمحيط ديال الدماغ ديالي كيتنقى أوتماتيكما الدماغ كي بحل كينشأ خيوطات الموجودة أخرى. خيوطات جددات يجددهم وضع اللي يقدم في الدماغ ديالي. هادوك الخيوطات الجدد اللي كيصوب كتولي بحلقة تيارات الكهروميغناطيسية كتولي عندي كثيرة. وبالتالي لرياكسيون ديالي كتكون قوية. لما كنت تكلمين معايا دغية كنفهمك لما كنت تسوليني في اي حاجة ممكن نجاوبك بسرعة لما لما جميع الاشياء كانوا اللي كانوا اديها بقر يحية علاش اللي هنا ولو عندي بزاف ديال الخيوط ديال بطو اللي ولو كي يسيروا ليه تيار الكهرومي الناطيسي كيدوز عندي على احسني ما يرام وشكو كان السبب دياله هاديك التنقياء ديال الدماغ ديالي من الشوائب اللي كينتما وبالتالي اعادة البناء وتجديد هادوك الكونيكسيون اللي كينين على المستوى ديال الدماغ ديالي ممتاز الناس هنا غاتبغي تعرف ماذا تكلموا على الماء وش ممكن انني الماء مثلا حتكيني بزاف ناس كيف قلت في البداية ان الناس اللي ما كتدولك انا ما كنستسيغش الماء تيجين ما فيش الماء داك اللي كي يقولك لا انا شربت العاصية شربت هادي شربت يزان شربت كده فبحل شربت الكمية ديال السوائل اللي انا محتاجة الناس اللي ما كتحبدش الماء كاما وش ممكن انا اللي اضفنا لي شي حاجة كي بقى محافظ على الخصائص دياله اللي ذكرتي يعني اني ما مثلا اليوم وليتا نشوفو انه كيتعمل بحل ديكوز يعني كتزاد له مثلا يعني الكيوي الحاماض النعناع سكنجبير واش انا اللي اضفت شي حاجة من هادو بحل وريقات النعناع اولا طريفة صغر ديال سكنجبير اولا دابا كي يضيف له محبوب شيا واش كي بقى محافظ على الخصائص دياله اولا زد له خصائص خورة اولا نقصتلي ممتاز وسوال جد جد مهم هو كان vendراح عن الانواع ديال اللي الانه الاضافات اللي كنادير علم كان الاضافات الايجابية وكان الاضافات السلبية اللي هو في القصة اللي كنقول in the aedi bitw بحل تكلمته اليوم قنزيد العناع قنزيد الحامض قنزيد الحبوب الشيا عليه السابق كنزيد العناع اول الحامض اول قدخبر الحيوية هاشونو كيو قعل يا هادا كلماء كنزيد قوي الحيوية ديالو وكنزيد نحييه بشكل عجيب جداً. بالأكثر من ذلك إذا كان مال عادي ممكن أن يكون شيئاً ما ميت ولكن فاش كنزيد له هاد الإضافات هادو كي يحيى وكتولي الاستعمال ديالو كي يقول لي بحالة كتولي بسريع في المقابل إذا أخذت المال عادي وشربته وأنا ما قدتش نستغو هناك علاش ما كيقدرش الإنسان يستسغو يتملسس يتدوقو بديك السرعة العادية علاش لأنه في الوقت اللي كيدخلو كيتطلب هو منه مجهود باش يتحول من ماء ميت إلى ماء حي والتحول ديالو من ماء ميت إلى ماء حي كيتطلب مجهود وكيتطلب قوة اللي كتخلي داك الإنسان مسكين صافي اللي كيقولك الماء تهوى اللي كي يأخذ مني منطقة ديالي بنقص منه علاو في الوقت اللي كي نأخذ معاه أشياء أخرى بلما كيشعر الإنسان كيلقى بأنه داز وداز وهذا وتم الاستعمال ديالو بدون ما كيكلف طاقة من المعليم بالأمر وبالتالي كيولي هذا كلماء ماء صالح للشرب وماء اللي قدي يبدأ المفعول ديالو إيبان بشكل اللي تكلمنا عليه هو أنه كيزيد ليه في القوة ديالي وأنه كيزيد ليه في الكتلة العضلية ديالي وكيزيد ليه في حويش أخرى إذا شرب الماء مضاف ليشي أشياء مفيدة تبارك الله ولكن نضيف ليه ماء أشياء غير مرغوب فيها أنا كيقول لي مدمر كتر ما يقول لي يعني له مفعول إيجابي نعم أي مضافات أخرى كيميائية لا تصلح مع الماء نعم أي مضافات كيف مكل النوع ديالا لا تصلح مع الماء دوك الناس اللي كدف دبنعنا على الشياء هاد الأمور دي كلها مزيان يعني ياخدوا الما ديالو معادي ويقدروا أنهم هادا مرة يديروا مثلا في الصباح صرتوا ياخدها في الصباح كتكون صرتوا كيكون الجسم ديالنا ديك الساعة في الحالة دير تنقية والحالة كما قلت ديال أنه مؤهل باش أنه يدير ديتوكس قالوا في لقيتها اللي كيكون في هاد الحالة هادي لا ديتوكس كتولي تلقائية وهذه رسالة مني إلى كل من يستمع لانا الآن هو أنه من الصباح للصباح إلا قد الإنسان ياخد الماء بالحامض أو لا الماء بالحامض وسكينجبير أو لو الماء بالنعناع والحامض وسكينجبير فهو جيد 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 مهم للعملية ديال التلقية وبالتالي لي نسميه بالديتوكس وليه الإنسان قوي والطاقة دياله كتكون في المستوى العالي ممتاز ممتاز إلا هذه من ناحية من ناحية أخرى نحن كنهضروه على أنه الماء نقينا به الدورة الدموية ولي عندي الدورة الدموية صافية المكتولي الدورة الدموية صافية شنو كي يعني هذا بأن الدم اللي غادي وصل لابو ديالي لغاوصل لوجه ديالي لغاوصل جميع البشراء اللي كينا على الدات ديالي كله دم غادي يكون نقي ولوصل الدم النقي للبشراء ديالي أوتوماتي كمول البشراء ديالي غادي تولي دقية ناس لي كي يشربوا الماء بكمية كتيرة وناس لي كي نقيوا الدات ديالهم بالماء كون على اليقين بأنهم الجمال غا يبقيت انستال عندهم بشوية بشوية حتى تشوف بأن دوك الشوائب بحل الكلف وكان واحد مجموعة ديال النساء اللي فقط بالماء والحامض تنقات لهم البشراء ديالهم اعلاش لأنك كما قلت نقوا الدات ديالهم من الداخل نقوا الدات من الداخل من خلال هادك الحامض اللي كان عامر بليزاسيد أورغانيك وهذاك ليزاسيد أورغانيك بحالو بحال ذاك الخلفاش كنديرو مثلا في الغلاية اللي عامر بالكالكار شيفاش كتدي الخلفو كتحطو في الغلاية اللغة لي كتلقى ذاك له كالكار كله راب وكترميه وكتبلي الدات اللي اسمتوا الغلاية ينقي كذلك ومثال باش نبسطو العملية التفسيرية المستمعية الكرام لما كتشرب الماء والحامض كتدير بحال لك شي اللي كتدير بالخل مع الغلاية مع الغلاية ممتاز غير وباش الناس تفهم وما تمشيش أنا كيف كان نقوله احنا ما تنزلش نزل وحدة على واحد المادة غدائية سوف يسمعوا الماء والحامض أنا بدأوا يديروا كمية ليهي كثيرة من الحامض مع الماء أحنا نأخذوا بكميات كثيرة على مستوى القالب وغيرها وشاريين وامور أخرى راغ القياس والإنسان كي يأخذوا الصباح كديتوكس كيف قلتي تنقية وهالديتوكس ماشي غير دي الحامض كيمزوا دي الانواع دي الديتوكس اللي تبارك الله كيرين كان بفواكب كان بخضار اللي دي ما كتتكلم عليها العاصر الأخضر وغيرها راماشي نزل وحدة وكنتكلموا على الناس اللي ما عندهم مش ربما أمراض لي هي كثيرة أو لدات ديالهم ديجا فيها تعقيدات في الداخل ضنك نصفعوا عاد ممكن أننا نأخذوا هاد ديتوكس بهذا الشكل هذا ما زالين معكم ما زال معنا الأستاذ والباحث محمد أحسي اللي هو متخص بالتغذية تنتكلموا على الأهمية دي الماء دات ديالنا شفنا أنا كيمززاف الناس ربما لما كتستشغش الماء أو للمضاق دياله أو لتتقل ما فيش مضاق فكيضيفوا لي بعض الإضافات كيبولي بحالديتوكس لنتها هذا مهم غير هو ما نسوش الكمية اللي خاصة ناخدوها بالماء هكاك كمادة حية باش أنها تفيد دات ديالنا نكمنوا دائما في هذا الإطار مرحبا إذا نحنا دائما عندنا القاعدة اللي كانت تمييز بها وهي كل شيء إذا زاد على حده انقلبة إلى ضده بمانا اللي كان نقول أنا غادي نديل ماء الحامض سوف يبادر بأنني غادي نديل ماء الحامضات في الهترو وغادي نشرب هذا الماء براسه إلا فوت القانون غا يقدر يكون ليه مشاكل عكسي على التد ديال الإنسان إذا زاد الشيء وعلى حده أنا نتناق شوال واحد نقطة في زيادة ديال ما كي بزافة الناس ربما لما كي تعرفش القيس دياله فكي يعرفوا الناس أعزاكم الله تمن اللون ديال البول أيوة فش يقول الإنسان أنه ربما شرب شرب بزاف ديال ديال الماء وفات القيس دياله فكي يقول لي أعزاكم الله لباو كي يخرج بحل الماء هل يكن قولوا أنه دات ما استفدتش منه غير ضيعناه واش صحيح؟ ممتاز وما عدتني كذلك كان وسيلة من الوسائل باش نعرفه بأن الكم ديال الماء اللي كان شربه واش كافي ولي ما كافيش صباح للصباح وسيرته البولة ديال الصباح ولي أنه اللي كان حاول أنني نشوفها مزيان والما كنت شوفها إلا كانت الماء أو البول يساوي اللون ديال الماء عارف بأنني راني واخد شرب فوق القياس ديال الماء وهنا ما يستaros مع ال pad alguma ملح المعدينيه ولم ينouble أدلقينت على ال nossos منحين لما كنت شوف البول ديال يساوي اللون ديال الماء طوال هناك هؤلاء بأنني كترت كون ديال كرنا أقصدين على قسم الكمية اللي كان شرب لما كنت شوف البول ہوا يساوي اللون ديال التبن الماء البول ديالي كيشبه اللون ديال التبن هناك تقول او دي الماء اراني كما كيقولوا راني ماشي ماشي شارب بزاف وماشي شارب كثير قليل لما كنشوف بانه الماء ديالي عنده واحد اللون قاتم صفر قاتم وغادي احتل اللون قاوي انا كنقول بانه اراني قللت من الماء وبالتالي هنا غادي نخلق تعب ومشكلة لعن الكبد ومشكلة كذلك احتى الكيلة فبهالطرق هدي كنحاول انني نعرف من خلال الشرب ديالي ديال الماء ولا واش انا فلو ديباسمو او لا انا فلقلة وبهالطريقة هدي كذلك كتولي عندي احتى لما بغادي هاتش نضيع راسي بقوة الحسابات ثلاثين ميليليتر كل كيلو كده وكده كنشوف الامر ديالي كمو ساسباس وبهالطريقة هدي كتولي عندي مجموعة ديال الوسائل والاليات اللي كتخليني انني نعرف الكم ديال الماء اللي كناخد واش كافي ولا غير كافي ثم غنديو الشرب ديال الماء ووصل لي الجهاز الهضمي ووصل لي الماعدة ووصل لي الاثنى عشر الامعاء الدقيقة والقولون بمجرد ما كتوصل لكمية ديال الماء كتيرة هادوك اللي ديالشي اللي كانوا لاصقين بقوة على الجدار ديال الماعدة ديال القولون بحالك يتم الهدم ديال ذاك الكم ديال ديال الشي اللي كيكون عندي في هذا اللي كيكون عندي في الماعدة ديالي والما نشرب بزاف 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 وكيكون داك شي تقيل كيكون الجسم مضطر يا اما يخرجوا عن طريق دياري. او لك يخرجوا عن الاكسترير كذلك عن طريق فوميسمو. لما كنشوف راسي بان جاتني تخمة كتيرة نشرب بزاف دلماء. شرب شرب شرب. عندك الكم الهائل ديال ما اللي كتشربو. كيخلي المعيدة. كتقول خسنين تخلص من هاتش اللي كان عندي الداخل. وكتنوض واحد الواحد. كما كدو حارة واحد ما كيقولو ستين فار قصوى. شنو كتمب. يا ديكسي فان الدات ديالي كتحيج. وكتخلي الجسم يتخلص من ذاك الكم ديال النفايات. وبالتالي المعيدة كترتاح. وكتشوف راسك بانك النعسة اللي جاتك بعد ذاك الشربة ديال الماء اللي كان شوية مؤلمة في الصبح. كتولي كترتاح بها واحد شكل كتير وكتير جدا. لما كننقي الجهاز الهضمي كله كتولي الخلايا ديال الجهاز الهضمي ديالي مرتاحة ومنفسة وكتوالد. فحتى لكن عندي طار شوح على المستوى ديال الامعاء الدقيقة كتولي الخلايا كتولي كتلقى الفرصة في انها تجد دراسة وتحيدوا الترشوحات ولا تحيدوا لي الترشوحات كنخرج من الملادي اوتو ايمين. إلا تحيدوا لي الترشوحات كنخرج من ما يسمى بالحساسية وما الى غير ذلك من العلاقات من الامراض التي لها علاقة مع الترشوحات ديال الامعاء الدقيقة. ثم كذلك الماء له دور مهم وكبير جدا في المسألة ديال النقص في مستوى ديال الحرارة. الدور ديال الماء هو كيمص الحرارة. الماء كيمصها ما كيخلايش في الدكت. هذا هو الكل العجيب. ووالمهم في الماء هو بمجرد ما كيمص ديال الحرارة الزائدة اللي كنانا في الدكت. كيف يخرجها عن طريق العرق في الخارج. ؛ لوقتني نشوف الولد ديالي اولا نشوف راسي انا عندي درجة الحرارة الطالعة حل طلعه ان شرب بزف ديال الثلملللل black شرب الماء. شرب الماء. شرب الماء. شرب الماء. شرب الماء. والماء نشرب كما نقوله كي يكون في درجة الحرارة. وبالتالي كيتم الاخراج دياله الخارج عن طريق العرق. وكي يحسب الانسان براسه بانه صورته الوليدة. الوليدة الصغار قبل من ست سنين في ما تشوف الام الوليدة ديالها نجته الحرارة. اول حاجة تشرب له لماكسيموم ديال الماء. وتحط له واحد التوب ديال القطن. العمر بالماء على الجبهة دياله. وعلى الاماكين سخونة اللي كان عنده فده دياله. وخاصة خاصة عند الجبهة دياله. باش ما يكونش لها بعد شي تأثيرات عكسية. ثم قلنا ما في الاشياء الاخرى اللي كيتلعبها للماء. وهو انه كي يحيد لي جميع التسمومات اللي كان في الدات ديالي. كتبدأ التسمومات كتخرج لي من من الجهاز العظميه اولا. ثم من الدورة الدموية. ثم من الكبير. ثم من الكلا. ثم من جميع مكونات الدات ديالي. لو فقط شرب الماء ممكن يخلصني من السموم اللي كان عندي في الدات ديالي. هاد السموم اللي كانت تتكلمو عليها. كتخليني انني. ننتخلص من هاد المشاكل اللي كانت تتكلمو عليها. الارتروز. للمكن يكون عنده مشكلة ديال اللي تتخذه. كتقولuve يشرب من الماء. لانwałه يزيد في السائل ديال ذيال. كم ما يقولوا الازارسكولة اللي كان لدينا. المكي يعيشن هناك زياد في السائل هذا الالام اللي يعانيو منهم مساكن الناس ديال الراتروز.اه يشوفو به انه غاديوكين قص عندهم. في الافلام الى لحتي. غي كيتعصب شي واحد شنو كيديرو لي. كاتايكاس ديال الما. تبت علميا بانه الما كيحيد الاسترس. مزيلا. الما في ما تشوف شي واحد مقلق. كتقول لي هاك شرب ديال الما. فهو كيلعب دور مهم. لأنه كي يهبط الاسترس بواحد شكل لا يتصور. وكذلك الالام ديال الدماغ. مزيلا. لما كيكون الانسان كيعاني من ليمود شرب الماء. وبهالطريقة هدي كتلقى بان الجسم ديالنا كيتخلص من هات جميع الشوائب فقط بالشرب ديالنا للماء. دوك اليوم ربما حنا اخذينا اختصارا للموضوع ديال الاهمية ديال ما وشفونا انه واحد الحاجة اللي مهمة والانسان خاصه يستفد منها. اه مش غير في توطرات او لا غيرها ولا ربما في امراض معينة ولكن على الاقل باش كنحيو الاعضاء ديالنا الداخلية ديال 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 ديالنا وخاص الانسان دائما اني عرفت الكفاية ديال وشفونا كيفاش ممكن ان نعرفوها. اه غير نختصر الموضوع هنا ونقف هنا ايو اكيد لنا تتم في مواضيع اخرى في حلقات ماجي دائما برنامج شادة الاسرة. شكر ووصول لك الاستاذ والباحث محمد احسين.